السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحلل مع بعض تضرب على الدرس الثاني الصف الأول الإعداد من كتاب الأضواء صفحة 93 الواحدة الثانية الدرس الثاني معكم مس أسماء عبد المجيد ونبدأ مع بعض أول سؤال عبر عن كل من المواقف الأتياء بمعادلة مناسبة أول حاجة عندنا بيقولي أن ده إضافة كلمة إضافة معناها زائد كلمة إضافة معناها جمع ده أول حاجة هضيف سالب 8 بس هضيف سالب 8 إلى يعني هضيفه إلى سالب 3 أمثال سلاسة أمثال عدد 3 أمثال يعني 3 مثلا لو هناخد العدد اسمه X كان الناتج بيساوي 7 طبعا هو قال لي معادلة يعني بتتضمن علاقة تساوي يبقى أنا هضيف سالب 8 هضيف سالب 8 ل3 أمثال العدد 3 أمثال العدد اعتبروا 3 X تمام هنضيف عليه هنضيف عليه يعني زائد هضيف عليه كام سالب 8 يصبح الناتج يعني يساوي 7 يبقى 3 X موجة بسالب 8 بيساوي 7 لو عايز تحل المسألة أو تبسطها هتخلي الأشارطين يتحدوا مع بعض يتقلبوا سالب لأنه موجة بسالب جنبه بعض وتبقى إيه سالب يعني ممكن أقول 3 X سالب 8 بيساوي 7 مبشر خلاص طالما أشارطين دخلين وراء بعض السالب هو ليكسب نصف عدد كلمة نصف هذه نصف العدد اسمه X مطروحا منه يعني ناقص هطرح منه 9 يساوي سالب 9 ثلاثة أعداد صحيحة زوجية مدتل مجموعها يعني مجموحهم هم الثلاثة هيساوي سالب 84 عندي ثلاث أعداد صحيحة متتل لو اعتبرنا أن الأول X الثاني وقال لي مجموحها يعني هجمع الثاني هيبقى X زائد 2 الثالث هيبقى X زائد 4 تمام كده ده كله بيساوي سالب 84 نشوف السؤال اللي بعده عمر زياد الآن X سنة عمره الآن X سنة ما نعرف شو عنده كم سنة وعمره منذ 7 سنوات كان 18 سنة منذ يعني طرح يبقى هو عمره الآن X منذ 7 سنوات كان 18 سنة عددين مجموعهما 7 اللي اتنين جمعتهم على بعض ادوني الناتج 7 أحدهما أقل من الآخر بمجدور 3 يعني لو الأولان X هجمعهم لتنين مع بعض لأنه قال لي مجموعهما ما تنساش إشارة الجمع لكن الثاني أقل منه أقل يعني طرح يعني X الثاني أقل ب3 يبقى العددين 1 X والتاني أقل منه ب3 بس ما جمعتهم ادوني 7 ضعف عدد كلمة ضعفة يعني 2 والعدد اسمه X يبقى 2X يساوي آدل يساوي المعكوس الجمعي للعدد 2 أكس العدد 2 يديني سالب 2 نشوف سؤال رقم 7 عند الطرح 6 من 3 عدد ما كان الناتج يساوي 3 هطرح من 3 كلمة من بكتب اللي بعديها الأول بعد كلمة من يبقى هكتب التلت الأول تمام؟ العدد ما اسمه X هطرح منها كام 6 كان الناتج يساوي 3 آخر سؤال هنا المعكوس الجمعي معكوس الجمعي هو عكس الإشارة لثمانية تمانية معكوسها الجمعي سالب 8 لثمانية أمثال عدد ما يساوي 30 معكوس الجمعي للثمانية سالب 8 والعدد ما ما نحنش عارفينه اسمه X هيساوي تمام؟ احنا كده كتبنا المعكوس الجمعي للثمانية سالب 8 امثال عدد ما يساوي تلتين تلتين يعني اتنين على تلاتة وندخل على السؤال اللي بعضه سؤال رقم اتنين اختر الاجابة الصحيحة اذا كانت تلات امثال عدد هو ستة تلات امثال عدد هو ستة يعني تلاتة اكس بيساوي ستة تمام فان اضعف العدد لازم اجيب العدد الاول عشان اجيب ضعفه تلاتة اكس بستة يعني العدد باثنين تمام الاكس باثنين تمام عايز ضعف الاثنين يعني اضربها في نفسها مرة الاثنين في اتنين باربع يبلغ اختير معي اربع احدى المعادلات المكافأة للمعادلة اتنين اكس زائد واحد بيساوي تلاتة طبعا لازم احلها طالما عايز معادلة مكافأة هنا ودي الواحد بعكس اشارته يبلغ اتنين اكس هتساوي تلاتة الواحد ده يروح بعكس الاشاره يبلغ سالي بواحد تنقص واحد هي ديني اتنين عندنا اتنين اه يبقى بلاشة كامل خلاص يبقى ناخد الاختيار ده عددان صحيان متتليان جمعتهم على بعض الدني خمسة وتلاتين فاية من المعادلات التلاتة تعبر عن زلك عددين متتلين واحد اكس والتاني متتالي وراه يبقى اكس زائد ايه زائد واحد ده كله بيساوي خمسة وتلاتين فين اهي الاختيار الاول ص Mexican 4 ازا كانت مجموعة التعويض واحد اربعة خمسة فانه مجموعة الحل في معادلة العادلات المجموعة المعادلة يعني باخد الرقم اللي معاينا اا بجرب مثلا الواحد الواحد في ثلاثة بتلاتة ستينا اتنونشر لا اجرب الاربعة التلاتة في الاربعة في انتونشر يبقى معاي المجموعة كام المجموعة اربع لقم لو جربنا الخامسة في تلاتة في خمسة بخمستاشر يعني يعوض بشيل اكس وبحط الرقم اللي وعيب في معاي ومجموعتho to اذا كان اكس زائد اثنين بيساوي واحد فانه مجموعة تحل المعدلة مجموعة جزئية من تعال انحل المعدلة الاول. الاكس هتساوي. الخلي الاثنين دي بعكس اشارات هي موجة باتنين تروح هناك بعكس الاشارة سالب اثنين تبقى واحد سالب اثنين. بدق بصغير يبقى العدد اللي معايا هيخرج سالب. واحد مقص اثنين هيديني سالب واحد. سالب واحد ده بقى مجموعة جزئية من من? من الاعداد الطبيعية اللي هي اعداد الاعداد الطبيعية 0123 ودي 1 ا relate to 1 ده اعداد مجابة ولا زد اعداد المجابة والسالبة زد اعداد ايه اعداد صحيحة مجابة وسالبة فيها الموجب والسالب والصفر لكن دي اعداد صحيحة مجابة فقط والعدد اللي معيه اصلا سالب ي schematic هي مجموعة من الاعداد الايه الصحيحة كاملة اللي فيها الاتنين الموجب والسالب والصفر ونشوف السؤال اللي بعد صوال رقم 6 اذا كان 3 ايه ناقص 1 وربع بيسوا 5 ونص فإن أربعة من إليزة ما يجيب كومنت ال إيل واحدة هسيب الثلاثة إيه زي ما هي آدي الثلاثة إيه وهودي السالب ربع بعكس إشارته يبقى خمسة ونص موجب واحد وربع تمام يبقى أنا بعكس الإشارة ده سالبة لما تروح بعكس إشارته تروح بالموجب خمسة جنيه وجنيه عايز تحلها كده أفضل هتديني ستة جنيه وربع ونص يبقى خمسة وسبعين اللي هي تلاتة إربع يبقى الثلاثة إيه بيساوي ثلاثة إربع ستة وثلاثة إربع هرفع الكسر الأول هقوله الثلاثة إيه بتساوي الاربع في ستة باربع وعشرين وثلاثة سبع وعشرين على الاربع عايزة نخلص من الثلاثة علشان نخلص من الثلاثة هقسم هنا على ثلاثة وهقسم الطرف الثاني على ثلاثة تمام كده يبقى هقسم الطرفين على ثلاثة يبقى هنزل الثلاثة إزامة هي التلاتة هتروح مع التلاتة يوبا خلاص كده ال ايه بقت لوحدة حدساو 27 الى الاربعة على التلاتة تمام هاسيب الاولى اعكس العالى خليها فيه وشكل بالكسر انا عندي تلاتة شكل بها تبقى واحد نبدأ نختصر على الواحد على ال تلاتة فهي التسع بقى التسع على الاربع يبقى الناتج معنا هنا تسع على الاربع دقيمة مين دقيمة الايه هو عايز اربعة من الايه يعني هياخد التسع على الاربع دي اضربها في اربع هنشيل اربعة مع الاربع هتبقى لي بس الايه التسع ونشوف السؤال رقم سبع اي من ما يلي يمثل حل المعادلة في كيو اللي هي الاعداد النسبية اتنين مضروبة في الاكس طبعا هنضرب الاول هضرب الاثنين في الاكس باثنين اكتباه سالب الاثنين في خمسة بعشرة ده كله بيسوي صفر تمام هناخد الاثنين اكس وهسيب الاثنين اكس وهودي السالب عشرة بعكس الاشارة هو سالب يتودى هناك بعكس اشارته يبقى العشرة موجة بصفر هي العشرة تمام هنجيب كممت ال اكس الوحدة لما اقسم على الاثنين هاسم هنا على الاثنين وهاسم هنا على الاثنين يبقى الاكس الوحدة عشرة على الاثنين هيسوي كم هيسوي خمسة. تمام. هو عايز ايه بقى? نمسح بقى كل اللي احنا عملينه ده الاول. عشان نرى مكان نكمل فيه. بسم الله. احنا نمسح بالقلم بقى افضل. نكمل دي وبعد نمسحه بقى. هنا خلاص. هو عايز ايه? عايزها في كيو. فيها كل الاعداد. يبقى الخمسة. ندخل على سؤال رقم ثلاثة. المعادلة جملة رياضية تعبر عن علامة تساوي. هنا المعادلة تلاتة اكس تربيع زائد اكس بيساوي ثمانية. تسمى معادلة طبعا معادلة تربعية. لما يقول لك متدرجة كم قل له متدرجة تانية اللي هي اعلى قس. ده قس واحد وده قس اتنين يبقى اعلى قس معين. اذا كان ستة بي بتساوي هو عايز ستة مل بي. طيب انا حلل بي الاول. تلاتة بي بي ساوي ستة. هقسم على التلاتة في الطرفين. التلاتة هتروح مع التلاتة ستة على التلاتة هتديني اتنين. هو عايز الايه الستة مل بي يعني هضرب في ستة. الاتنين في ستة بطماشر. يبقى هنا اطماشر. هنا هضرب الطرفين فوسطين. اللي قبالي الايه بالكتب تحت. يبقى هنا اربعة في اتنين على التلاتة. التلاتة اللي الاتنين في اربعة بتمانية على التلاتة. تمام كده? يبقى الايه عندي بتمانية على ثلاثة. هو عايز الاي على اثنين. يعني عايز اخذ الرقم ده. وكمان اقسمه على ال اثنين. نتساوي. يبقى هنشيل كومية الاي ونحط التمانية على ال اثنين. طبعا هنا هطبق القاعدة. هسيب الاولى اعكس العلا فيه. شقلب الكس. سيبنا الاولى اعكسنا العلا فيش هي معناها على واحد اي عدد صحيح معناها على واحد شقلبه. خلي الواحد فوقه الاثنين تحت تمب. هبسط على الاثنين فهل واحد على الاثنين فيها الا اربعة. بقت معنا كده وفوق اربعة وتحت ايه? تلاتة. يبقى نتج معي اربعة على تلاتة. وندخل على الصفحة التانية. صرف رقم خمسة بيقولي مجموعة حل المعادلة. في ان? في ان يعني الاعدادة الطبيعية اللي هي الصفر والواحد والاثنين. يعني لو موجودة فيها يبقى معنا حل المعادلة. مش موجودة خلاص يبقى فوت. هنا تعالى نحل المعادلة. خلي الاكس في طرف الواحدة. ودي الواحد بعكس اشارته يبقى السالب واحد. تمام? سالب واحد موجود في الاعدادة الطبيعية. لأ العداد الطبيعية مفاش سالب. يبقى مع جموعة الحل معي فوق. ما عنديش حل لها. هنا الاربعة هدخلها على القوس الاول. هضرب الاربعة في اكس باربعة اكس. زائد. الاثنين في اربعة بتماني. ده كله بيسوي ايه خمسة من الاكس. هخلي الاكس في طرف وهخلي الرقم في طرف. الخمسة اكس تفضل زم هي والاربعة اكس تروح لها بعكس اشارته. يبقى خمسة اكس موقس اربعة اكس يديني اكس واحد. تمام? بقى معنا مين بقى معنا التمانية. يبقى الاكس عندي بتمانية. يسأل لبعضه عددان مجموعهما ستة وتلاتين. العددين جمعتهم على بعض ادوني ستة وتلاتين. كان احدهما يزيد على الاخر بمقدار ستة. يعني واحد منهم اكس. والتاني اكس زائد ستة بيزيد عليها بمقدار ستة. هنا كله بيسوي كام بيسوي ستة وتلاتين. هل هو عايز حل المعادلة? لا. هو عايز ايه? المواقف بس. خلاص. ازاي كان اربعة اكس يسوي معكوس الدربي. يعني ايه المعكوس الدربي? يعني ايه باش اقلب. المعكوس الدربي سالب نص فان الاكس هتسوي. المعكوس الدربي للعدد سالب نص. سالب نص يبقى الاتنين فوق والواحد تحت. والسالب معك latest and a 4 اسم الطرفين على الاربع. سأقسم الطرف اليكما عاسم الطرف اليكما عام c4 وهاسم الطرف الثاني على الاربع. spot 5 قام بمجموعهما. هنlares سلوب ثانية سلوب ثانية ايضا سلوب ثانية اذا كانت مجموعة تحل المعادلة اعلى اكس نقص 2 يساوي 6 حيث ايضا سلوب ثانية فانا سلوب ثانية اعلى اعلى اكس نقص 2 يساوي 6 تعال نحل المعادلة هناخد السالب 2 لوحدها هيت سالب 2 هنشيل السالب 2 هنشيل A حيث A ثابت هي سالب 2 هنشيل السالب 2 و هنشيل السالب 2 سالب 2 يساوي 6 هنسيب السالب 2 الأولينية و نختخلص من الثاني سالب 2x هتساوي ودي السالب 2 بعكس الأشعر هتبقى 6 و 2 هيتديني 8 على طول هتخلص من اللي قدام الـ x هقسم على سالب 2 للطرفين تمام كده هقسم على سالب 2 للطرفين السالب 2 هتروح مع سالب 2 يبقى الـ x عندي بتساوي 8 على الـ 2 هتديني 4 و معايا سالب هنزله يبقى سالب 4 يبقى الـ x عندي بكام بسالب 4 و نشوف سؤال رقم 10 إذا كان 7 إلي نقص 3 بيساوي 53 فإن قيمة 11 إلي زائد 2 طبعا لازم اجيب قيمة الـ l الأول هنا السبعة إلي تفضل زي ما هي تمام هيتساوي خلي التلاتة تروح بعكس الأشعر تروح يا سالبة تروح مجابة تبقى كام تبقى 6 و 50 هقسم على السبعة وهقسم على السبعة تمام شيل 7 مع 7 56 على السبعة فهي الـ 8 يبقى الـ l عندي بكام الـ l عندي بتماني هاشيل الـ l وحط 8 التمانية دي مضروبة في الحداشر تمانية في الحداشر تمانية في الحداشر بتمانية وتمانية وهاجمة عليهم اللي اتنين يديني تسعين وندخل على سؤال 4 سال رقم 4 يقولي أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الأدي طبعا جايب لي المجموعة التعويض يعني أنا هاختار من الأعداد اللي معايا فقط هاشيل الـ x وحط 2 2 و 4 يديني 6 يبقى أول حاجة الـ x بتساوي 2 هنعوض هنشيل الـ x ونحط 2 يبقى 2 زائد 4 بيساوي 6 يبقى ساعت هقوله لا تساوي العشرة تمام؟ ناخد الرقم التاني اللي هو الـ 4 قوله عندما الـ x بتساوي 4 ونشيل الـ x ونحط 4 4 و 4 هيساوي 8 يبقى هقوله برضو لا تساوي العشرة يبقى ليس تحل المعادلة ناخد الـ 6 الـ 6 و 4 هيساوي إيه؟ هيساوي 10 يبقى لما حطنا الـ 6 يبقى دي مجموعة حل المعادلة اللي هي المجموعة 6 المجموعة 6 تمام كده؟ ندخل على سؤال 2 هنشيل كل x ونحط الرقم تمام؟ هنشيل الـ x ونحط 3 يبقى ثلاثة في ثلاثة نقص 2 يساوي 19 الثلاثة في ثلاثة بتسعة تسعة نقص منها ثلاثة هيساوي 19 تسعة نقص ثلاثة تسعة نقص ثلاثة هيديني سبعة ده هيساوي 19 يبقى لا برضو هقوله إيه؟ لما الـ x كانت بتلاثة ليست حل المعادلة ليست حل للمعادلة تمام؟ طبعا هنش نكتب بقى كل كده احنا هنجرب بقى على طول الثلاثة في سبعة بواحد وعشرين اخذنا السبعة ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين تمام؟ واحد وعشرين هننقص منها اتنين هيضين على تسعة نقص ثلاثة هذي حل للمعادلة لما حطينا الاكس بتساوي سبعة لا هنا يبقى هنا دي تديني تسعة وبس سبعة هي حل للمعادلة يبقى له السبعة هي حل المعادلة نجرب العدد التاني التسعة تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين سبعة وعشرين لما نقص منهم اتنين هيدوني خمسة وعشرين يبقى برضو ليست حل للمعادلة نمسح وناخد السؤال رقم ثلاثة بسم الله هنا سؤال رقم ثلاثة بقول لي برضو في مجموعة التعويض هنشيل بقى كل عدد هنشيل الاكس ونحط سلب واحد الواحد في اتنين باتنين وعندي سلب هنزله تبقى سلب اتنين موجب اتنين هيديني صفر يبقى دي لايست حل للمعادلة شيل الاكس وحطه صفر الاتنين في صفر بصفر خذ الاتنين الاتنين في اتنين باربعة اربعة و اتنين هيديني ستة وده قمها مطلقه هتشيل السالب يبقى الاتنين معانا حلل المعادلة نجرب التلاتة الاتنين في تلاتة بستة استتتتتتها والاتنين هيديني تمانية يبقى ليست حل للمعادلة نأخذ سؤال 4 هنا هندخل ال 2 على القصة الأول وبعد كده نعوض هنا وممكن ما نعوضش ممكن نشيل الصفر نعوضه ال 2 في x ب 2x ناقص ال 2 في 3 ب 6 ده كله بيساوه 4 شيل ال x وحط 0 ال 2 في 0 ب 0 0 نقص 6 ما تدينيش 4 يبقى ليست تحلل المعادلة طيب شيل ال x وحط 4 ال 2 في 4 ب 8 8 نقص 6 هتديني 2 يبقى برضو ليست تحلل المعادلة شيل ال x وحط 5 ال 2 في 5 ب 10 10 نحن نقص ال x وحطينا 5 2 في 5 ب 10 10 نقص 6 هي سوى 4 يبقى الخمسة معينا تعال نجرب ال 6 ال 2 في 6 ب 12 12 نقص 6 هتديني 6 يبقى ليست تحلل المعادلة وناخد آخر سؤال معنا ناخد آخر سؤال سؤال رقم 5 5 x على ال 2 بتسوى x نقص 6 عايزنا نشيل كل x وحط رقم من هنا تمام تعال نشيل ال x الاولى ونحط سالب 6 الخمسة في 6 ب 30 هتديني سالب 30 على ال 2 هيساوي احنا شيلنا ال x وحطينا سالب 6 هنا 30 على ال 2 هتديني سالب 15 هل الناتج معانا سالب 15 نشوف الناتج معانا سالب 4 ولا بسالب 4 طيب احنا هنشيل ال x زي ما حطينا سالب 6 هنحط هنا برضو في ال x ده سالب 6 تمام هنا سالب 6 سالب 6 هيساوي سالب وسالب بشرة سالب واجمع سالب 12 هل دي بتساوي دي لا هنشيل ال x نحط 4 ال 4 في 5 ب 20 20 على ال 2 هيساوي الناتج بعشر احنا شيلنا ال x وحطينا 4 4 ونقق ال 6 هتديني سالب 2 طبعا غلط ناخد السالب 4 سالب 4 ل 4 في 25 ب 20 هننزل السالب هتوباء سالب 20 على ال 2 سالب 20 على ال 2 هتديني سالب 10 نشيل ال x نحط سالب 4 سالب 4 سالب 6 سالب وسالب أشرة سالب وهجمع يبقى السالب 4 هي اللي معين ونشوف السؤال اللي بعضه هنا بيقول لي اوجد مجموعة حل المعادلة في n n اللي هي الاعداد الطبيعية اللي هي فيها 0 و 1 و 2 و 3 و 4 اللي هي الاعداد المجابة ومعها الصفر تعالي ناخد اول واحد x نقص 8 بساوي 8 سيب ال x الواحدها وخلي التمانية بعكس الأشهر ودي التمانية بعكس الأشهر سالب تروح بالمجاب 8 و 8 يدين 16 تمام يبقى مجموعة تحل المعادلة المجموعة 16 تعملها في كوس مجموعة 16 وتقفل كوس المجموعة تمام ناخد السالب 6 سالب سالب 4 سالب تقفل كوس المعادلة المجموعة 6 ستقوم بإد bracket و سمعت نزل Thomas ستقوم ب vivya بقى بقت لوحدة خلاص ومعادش عندي لا سلب ولا اي حاج تمانية وتلاتين على الستة هنزل بعدد يقبل على الستة عند الستة فستة بستة وتلاتين هيتديني ستة في ستة بستة وتلاتين وبقى معانا من تمانية وتلاتين كان نزلنا رقمين يبقى بقى معايا اتنين نضع لهم صفر عشرين على الستة حط بقى علامة عشرية عشرين على الستة هنزل التلاتة في ستة بطمام تاشر هتديني تلاتة وهيتبقى وبعدد متكرر تلاتة 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 فبوقف على كده خلاص يبقى تلاتة تعال نشوف سؤال تلاتة سؤال رقم تلاتة عن طبعا هنا مجموعة الحل فوي لان انا ما عنديش في الاعداد الطبعية اعداد عشرين بسم الله هنا الاتنين نحلها مع القوسły 2X arthritis سالب 2X cock for 10 صفرين حول الاتنينizer tex اتساوي اتنين اكس سنقسمل على الاتنين الى هاتسمل على الانه au 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 à той الموجودات حاله الانهوم حل بتسوي 11 ونمسح وندخل على سؤال 4 سؤال رقم 4 هنا سالب 3 على 8 زائد البي بيساوي 5 على 8 بسم الله اول حاجة عايزة اخلص من الجانب البي عايزة اخلص من الجانب البي عايزة البي في طرف الواحدة ادي البي في طرف الواحدة اتهي باعكس اشارة هي سلبة تروح موجب اقديل 5 على 8 زائد او حاجة هذه سالب 3 على 8 مقامة واحدة اجمع على طول خد منها واحدة اجمع البسط خمسة والثلاثة من 8 يجعل نقوم بخصفة احدا 8 حاجة 1 يجعل مجموعة الحل لانها موجودة في الاعداد الطبيعي نشوف هنا هنا سلب 5 سلب 5x خليه مكانها ودي دي بعكس الإشار يساوي على طول الخمسة واثنين من عشرة ده مكانها والتانية راح تتوعكس إشارتها 4 و 8 من عشر يبقى السلب 5x هتساوي هنا 2 و 18 صفره معنا الواحد وحدهر 4 5 و 5 و 10 ادي العلامة العشرية هنا هقسم على سلب 5 للطرفين هنا وهقسم على سلب 5 هنا خلي بالك خلي بالك ان هنا دي عشرة دي كده عشرة لانه وفيش حاجة عندي بعد العلامة يعني ممكن اشيل دي خلاص هنا دي هتروح مع دي بقات الإكسل وحده 10 على الخمسة فالتنين وعندي سلب هنزله هل عندي في الاعداد طبيعية 2 لا يبقى مجموعة الحل فوق ناخد اخر سؤال هنا M على 2 ناقص 4 و 5 من عشرة بيساوي 11 تمام عايز اخلص من مين عايز اخلص من المقام الاول اللي هو اللي 2 عندي مقام اتنين هاخلص منه وعايز اخلص من الاربعة وخمسة من عشرة تمام خلي الام على اتنين علشان اخلص من هي المقام هاتنين اضرب في اتنين اضرب في اتنين في كل الطرف عندي هنا اه 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 اربعة ونصف نوسع لنفسنا شوية لان الاتنين مش باينة خلينا نسيب دي الاول خلي دي M على اتنين وودي دي بعكس اشارتها الاول تمام ادي 11 ووديها بعكس الاشارة تبقى زائد اربعة وخمسة من عشرة تمام كده يبقى الام على اتنين بيسوي اربعة وحداشر واربعة خمستاشر وخمسة من عشر تمام كده الوقتي عندي M على اتنين هي دي بس اللي عايز اخلص منه الام على اتنين هي اللي عايز اخلص منه هضرب في اتنين في الطرفين هضرب الطرف ده في اتنين والطرف ده في اتنين تمام كده تمام تعال نضرب في اتنين اضرب هنا في اتنين وهضرب هنا برضو في 2 2 هتروح مع 2 بقت الام كده الوحدة وال2 في 5 ب 10 صفره معنا الواحد 2 في 5 ب 11 1 11 جتل علامة نزلها ومعنا الواحد 2 في 1 ب 2 و 1 3 تمام خلي بالك ان ما عنديش كده علامة يبقى الام بتساوي 31 الام هنا بتساوي 31 هل ال 31 في مجموعة الاعداد الطبيعية او ال 31 في مجموعة الاعداد الطبيعية يبقى هلو هنا بتساوي المجموعة 31 وندخل على السؤال البعض ا 가져هت مجموعة تحل المعادلة زد اللي هي مجموعة الاعداد الصحيحة اللي هي الموجب والسلبل والصفر تمام فيها الاعداد الموجبة والسلبل والصفر تعال ناخد اول واحد خلي الاكس بمكانها زي ما هي قدي الاكس هتساوي على طول هنا سلب و سلب عمتا هي كده كده موجبة سلب و سلب جمب بعض يعني التلاتة دي موجب يعني اكس موجب 3 ودي الموجب 3 بعكس الاشارة تبقى 1 مواقس 3 يبقى الاكس عندي بتساوي كم سالب اثنين موجودة ده في زد او يبقى المجموعة الحل المجموعة سالب اثنين المجموعة تحطها في قسم مجموعة ناخد سؤال رقم اثنين خلي النص على بقى نحلها تحت نص ايه بيسوي على طول ودي السالب بعكس اشارته يبقى الحدوش ارزمهية ونص زائد اربعة وخمسة من عشر يهدي النص ايه بيسوي خمسة وخمسة عشرة صفره معانا الواحد جات العلامة نزلة واحد واربعة خمسة خمسة واحد ستة ودي الواحد يبقى النص ايه بيسوي ستاشر تمام عايز اخلص من الايه من النص اضرب في كم اضرب في اثنين هاضرب في اثنين في الطرفين هاضرب هنا في اثنين والطرف الثاني برضو يضرب في اثنين تمام اثنين هتروح مع الاتنين بات الواحدة يبقى مجموعة الحل عندي في زد ندخل على سؤال 3 هنا عندي 3M زائد 3 هنا خلي بالك عندي معادلة من طرفين لازم أخلي الرموز لوحدها والأرقام لوحدها أخلي الرموز لوحدها والأرقام لوحدها هنا الثلاثة نأخذ الرموز الأول سالب 4M سالب 5 سالب 3 سالب 2M سالب 4M سالب 2M سالب 2M سالب 2M سالب 3M سالب 3M سالب 8M سالب 3M سالب 2M سالب 2M سالب 2M سالب 4M يبقى مجموعة الحل المعادلة المجموعة 4M سالب 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 4M وهنودي دي بعكس إشارته سالب 18 زي ما هي ودي تروح لها سالب 24 بعكس الإشارة يبقى الستة هاي بتساوي سالب وسالب إشارة سالب وهجمع 4.8.12 ومعانا الواحد واحد على اثنين تلاتة تلاتة واحد أربعة تمام هقسم على الستة هنا وهقسم على الستة هنا هشيل ستة مع الستة بقى تلويل لوحدة الستة في سبعة باثنين واربعين ومعكس سالب نزله مجموعة الاعداد دي موجود فيها السلب والموجب والصفر ويمكن تلويل الصفر يبقى مجموعة الحل سالب 7 ندخل على سؤال 5 هنا بي ناقص 4 على ستة وبي على ثنين ممكن نعمل المقص وممكن نخلص من المقام شوي تمام ممكن اخلص من المقام الاول هنا ستة وهنا ثنين هنا ستة وهنا ثنين ممكن اقسم ده على الثنين وهذا على الثنين ده كده هيروح وده هي الدينة 3 يبقى البي ناقص اربعة على الثلاثة بيسوي البي اعمل المقص ده معناه كده على واحد اللقبال البي بتكاتب تحت اللقبال البي بيكاتب تحت اللي هي الثلاثة هو هضرب عندي بي ناقص اربعة يبقى هنا البي بتساوي لأ احنا مضربناش دي لأ نرجع وراء شوية طيب احنا ممكن نغير لتالي ما فيش انتا ما عندكش البي تربيع لسه ما خدتش ده ما خدتش التربيع خلاص بلاش ناخد الخطوة التربيع دي ممكن نخلص من الستة بطريقة ممكن اخلص من الستة اضرب في تلاتة بسط المقام اضرب هنا في تلاتة لان انت ما خدتش التربيع واضرب هنا في تلاتة تمام بقت هنا بي ناقص اربعة على الستة بيسوي بي في تلاتة بتلاتة بي على ستة كده بقت المقامات واحدة وشن الستة مع الستة تمام يبقى عندي هنا البي ناقص اربعة بيساوي تلاتة من البي هنا عندي عايزة خلي الرموز لوحدها والاعداد لوحدها تمام هنا عندي هنا طبعا خلي بلك ان قدام البي ده واحد ما بتكتبش خلي السالب اربعة يعني خلي السالب اربعة مكانها ينودي البي بعكس الاشعار يادي يدي تمام اي واحدة منه عندي هنا خلي مثلا السالب اربعة مكان هتساوي ودي البي بعكس اشارات خلي بالك ان البي ده موجبه هتروح بعكس اشارات هتبقى سالبة يبقى تلاتة بي سالب بي تمام هتساوي سالب اربعة بتساوي تلاتة مقص اتنين تلاتة مقص قصدي واحد هيديني اتنين بي هقسم هنا على الاتنين هقسم هنا على الاتنين تعالى نتأكد الاول كده هنا هنشيل اربعة على الاتنين هتديني سالب اتنين والبي هتروح مع البي يبقى البي عندي بسالب اتنين تمام ممكن برضو انا كنت اعملها لك بالطريقة التربعية بس انت مخدش الضرب ده لسه وممكن برضو نعمله حاصل ضرب الطرفين في وسطين انت اخدته في التناسب ان انت هتضرب البي في الستة بستة بي وتضرب الاتنين في الكوس كامل وتضرب الاتنين في الكوس كامل برضو ممكن ناخدها الستة بي انت اخدتها في التناسب ستة في بي بستة بي هتساوي الاتنين في بي باتنين بي ناقص الاتنين في اربعة بتمانية يبقى ده المعادلة هتودي برضو خلي البي مكانها وهتخلي الاتنين بعكس اشارتها هتروح لها ستة ناقص الاتنين هتديك اربعة بي ناقص سلب 8 وهتقسم هنا برضو على الاتنين وهنا على الاربعة هنا على الاربعة برضو هتديك نفس الكلام تعال نشوف السؤال اللي بعده نمسح ناخد سؤال 6 آخر سؤال معنا بسم الله عندي هنا طبعا هفك الأقواس الأول هضرب الاربعة في الـ x باربعة x سلب الاربعة في واحد باربعة بيسوي الـ 3 في x بـ 3x موجب الـ 1 في 3 بـ 3 هعيزة أخلي الـ x في طرف لوحدها ودي دبع عكس أشرتها تبقى سلب 3x هتساوي ودي هنا سيبت 3 مكانها ودي الاربعة بالموجب تمام هنا اربعة نقص 3 هتديني واحد والواحد ما بتكتبش يبقى الـ x لوحدها بتساوي 7 يبقى مجموعة الحل بتساوي 7 ونشوف السؤال اللي بعده أوجد مجموعة حل المعادلة في Q Q اللي هي الأعداد النسبية لها في كل الأعداد أعداد عشرية سلبها موجبه صفة كل حاجة هنا سلب 6 x نقص 8 بساوي 24 تمام خلي السلب 6 x زي ما هي ودي السلب 8 بعكس الأشهر هذا السلب 24 والـ 8 تروح بعكس الأشهر يبقى السلب 6 x هتساوي 24 4 و 8 و 12 معنا الواحد على الـ 2 و 3 بقت 32 هاسم الطرفين على سلب 6 هنا وهنا تمام السلب 6 هتروح مع السلب 6 بقت الـ X وقت الوحدة 32 على الـ 6 هنقسم بقى إلا أضربه في 6 هنا آآ هنقسم على الـ 6 إلا أضربه في 6 يديني 32 الـ 6 في 6 بـ 6 و 5 في 6 بـ 30 يبقى الخمسة في 6 عندي بـ 30 خمسة في 6 بـ 30 وممكن أن نبسطها هتديني 5 في 6 بـ 30 وبقى معي 2 وعشرين على الـ 6 هنزل علامة عشرية وزعود صف 20 على الـ 6 3 في 6 بـ 18 وهو يبقى عدد متكرر ممكن تبسطها هتقسم على الـ 2 هذا عدد زوجي هذا عدد زوجي تقسمه على الـ 2 هنا هتقسم الـ 32 على الـ 2 هتديني 16 وهنا الـ 6 على الـ 2 هتديني 3 وطبعا النتج معك بالسلب تمام؟ خدي أو دي عمتا الإشارة سالبة أو مجاب هي موجودة في مجموعة الإعداد النسبية وتعالي نشوف السؤال اللي بعد عندي هنا سالب 5 نقص 4 على 9 X بيساوي 2 على 5 2 على 15 هنسيب السالب 4 على 9 X زي ما هو ما كان وبيساوي ودي ده بقى بعكس إشارته هو سالب يروح بالمجاب يبقى 2 على 15 مجاب 1 على 5 تمام؟ ده كده مجاب 1 على 5 طبعا عندي المقامات مش واحد علشان أجمع أو أطرح لازم واحد المقام تعال ان واحد المقام ده هو الأول في جزء الواحد اللي هو ده سيب الـ 2 على 15 لوحدة زي عايز المقام الثاني ده يكون 15 هضرب في كام هضرب في ثلاث هضرب في فوق في ثلاث بقى ناتج معاية 5 على الخمسطاشر مقامات واحدة باخد واحدة و بجمع البصد يبقى سالب 4 على 9 X بيساوي 5 على الخمسطاشر تمام؟ هنا الوقت يبقى عايز أخلص من من؟ عايز أخلص من الـ 4 على 9 هضرب في 9 على 4 للطرفين هضرب هنا في 9 على 4 ده هتروح وده بقى هتضرب في 9 على 4 تمام؟ مقلوب الكسر هو اللي يخلصك من الكسر نفسه وطبعاً هتضرب هنا في سالب وتضرب هنا في سالب زي ما ضربت لقينا الإشارة هنا سالبة بقى الـ X الواحدة تمام؟ وتعال نختصر لو في حاجة تتبسط تبسط هنا نقسم على الثلاثة هتتديني خمسة تمام؟ وهنا هقسم على الثلاثة هتتديني 3 والسالب معايك خلي بالك يبقى معنا كام الوقتي هنا ممكن أشيل الخمسة مع الخمسة تمام؟ اتبقى لفوق سالب 3 وتحت 4 يبقى مجموعة الحل سالب 3 على 4 وحطها في جزء مجموعة وندخل على السؤال رقم 5 سؤال رقم 5 هنا الـ X جنبها موجب 98 و 91 جزء من 100 هنخلي الـ X في طرف هنا هتساوي ودي دي بعكس إشارتها دي تفضل زي ما هي 11 علامة 9 موقس 8 واحد تسعة واحد هنساوي العلمات علشان أطرحه تمام؟ يبقى الـ X هتساوي 0 نقص 1 من فاشي بقى صفر عشرة عشرة نقص واحد هيديني 9 آآ التسعة دي بقى التمانية 8 نقص 9 من فاشي بقى التمانية تمام 10 والواحد بقى صفر 18 نقص 9 هيديني 9 جات العالية منزلها الواحد بردو بقى صفر استلف بقى عشر عشر نقص 8 يبقى 2 وتسعة وتسعين جزء من 100 يبقى مجموعة الحل ناخد سؤال رقم 7 عندي هنا هنضرب الـ 6 في الكوس الـ 6 في X بـ 6 X موجب الـ 5 في 6 30 بيساوي 66 سيب الـ 6 الواحدة ودي الـ 30 بعكس إشارتها يبقى 66 نقص 30 يبقى الـ 6 X بتساوي 6 نقص صفر هي 6 6 نقص 3 3 هاسم على الـ 6 الطرفين الـ 6 الـ X هتساوي 36 على الـ 6 بيساوي 6 يبقى مجموعة حل المعادلة المجموعة 6 وندخل على سؤال 9 سؤال 9 نخلي الأعداد لوحدها والرموز لوحدها يعني هنا 1 على 12 ناخدها مع الخمسة على 12 وناخد الثلاثة على تمانية بي مع الخمسة على تمانية بي سيب الثلاثة على تمانية بي ما كان ودي لها دي بعكس الأشارة تبقى سالب خمسة على تمانية بي هتساوي سيب الواحدة على 12 ما كان ودي التانية بعكس الأشارة تبقى سالب 5 على 12 تعال نخلص هنا بدأ بصغير وبدأ ننزل السالب بديني 2 على تمانية بي بتساوي مقامات واحدة اخد واحدة بدأ بصغير حط سالب 1 نقص خمسة هتديني 4 تمام السالب هيروح مع السالب بقى دي التلاتة الاتنين على تمانية بي بتساوي 4 على 12 تعال نبسطها ممكن نبسطها وممكن نخلص من الاتنين على تمانية في الطرفين ممكن نخلص من الاتنين على تمانية للطرفين تمام كده طيب هنا عايزة أخلص من الاتنين على تمانية هضرب في هنا في تمانية على الاتنين هتديني البي الواحدة وهضرب هنا في تمانية على الاتنين تمام هنا بقى ممكن نبسط قبل ما نطلق على الاتنين ستجنه 1 على الاتنين ستجنه 2 يمكن اقسم هنا على الاربعة على الاربعة ستجنه 2 وهنا على الاربعة ستجنه 3 فوق 2 في 2 بالأربعة وتحت 3 هنا 2 في 2 بالأربعة وتحت 3 نتأكد ودينا دي بعكس اشارتها يعني دي اللي راحة يعني الكبيرة اللي مكتوبة هنا احنا عكسناها نمسح الجزء ده بس ده هنا نودي اليمة التانية بس بسم الله طبعا تبقى نفس الشغلة زم هي بس ده بقى ايه مواقس واحد على اتناشر هتدي دينا نفس القشورة بس ايه هنمسح بس السلم بس سالب هناك تبقى خمسة نقص وعت هتدينا اربعة يبقى مفيش سالب هنا تمام هو هو نفس التبسيط طبحا مع oak واش تروح مع هلille اشاره السالبة يبقى عندي سالب واحد بس عند اشاره ساليبة واحدة يبقى التالي والمموعات الحالة سالبة 3 على 4å يبقى هنا سبعتنا 3 على 8 بي ودائنا لهذه بعكس اشارة وانه دي مكانiza以 احنا سبقنا دي مكانها تتروح بعكس اشارة يبا دي ما تتغيرش اشعر ونطهل على السؤال اللي بعد ناخد سؤال اتنين هنا اتنين اكس على الثلاثة زائد ستة بيساوي اربعة وعشرين عايز اخلص من الستة سوي الاثنين اكس زي ما هي على الثلاثة بيساوي اربعة وعشرين هنا مجاب ستة تروح حكس اشارتها سالب ستة يبا الاثنين اكس على الثلاثة بيساوي اه اربعة واشر نقص آآ ستة هتديني سبعة هدي الديني قص في تمانية ودي بقت واحد عايز اخلص من المقام اللي هو التلاتة اضرب في تلاتة هي تلت اضرب في تلاتة في الطرفين شيل التلاتة مع التلاتة بقيت الاثنين اكس بتساوي تلاتة في تمانية باربعة وعشرين ومعنا الاثنين تلاتة في واحد بتلاتة واثنين خمسة هزم على الاثنين للطرفين هنا الاثنين هتروح مع الاثنين بقت الاكس الواحدة اربعة وخمسين على فردين هدي الديني يبقى مجموعة الحل سبعة وعشرين. سعر رقم اربعة. هنا عايز اخلص من المقام اللي اتنين. ممكن اعمل المقاص الاول. اللي اتنين فاربعتاشر بتمانية وعشرين. يبقى عندي هنا السالب تمانية وعشرين. بيساوي اكس زائد ستة. عايز اخلص من الستة. واضيها بعكس الاشارة. يبقى هنا سالب ثمانية وعشرين. وهنا dyroh بعكس اشارتها سالب ستة. يبقى الاسباح هتساوي. سالب وسالب اشارة سالب. ده موجェبة يروح بعكس اشارتها سالب. يبقى عندي الاثنين فاربعتاشر بتمانية وعشرين. يبقى سالب تمانية وعشرين. اكس موج hogه بستة بيساوي سالب تمانية وعشرين. se vignore الاشهارات تانا. الاكسي ساوة. السلب ثمانية وعشرين ما كانها و الصالة هي السلب ويشتغل. السلب وهاجمة. اثمانية ستة وتمانية اربعة وعنى الواحد على الاتنين ثلاثة يبقى ثلاثة وبقى اللي اكسي عندي باربعة وثلاثين يبقى ثلب أربعة وثلاثين. طبعا مجموعة الحال يبقى المجموعة ثلب أربعة وثلاثين. صار رقم ستة. بسم الله. هنا عندي السبعة برة. طبعا هدخل التلاتة على الكوز. تلاتة في اكس بتلاتة اكس. اللي هتسالب حدوشار زي ما هي. تلاتة اكس. تلاتة اكس. التلاتة مش عايزة تكتب. موكب. تلاتة في خمسة خمستاشر. زائد سالب حداشر يساوي سبعة. تمام? هنا عندي اعداد وعندي رموز. عندي اعداد وعندي رموز. طبعا ما عندي اعداد وعندي رموز لازم اخلي الاعداد في طرف والرموز في طرف. خلي الاعداد في طرف والرموز في طرف. انا كده عملت ايه? انا بس ما فكتش غير الكوز. كل اللي انا عملته انا فكت الكوز مش اكدر. تمام? طيب. هنا سالب سبعة وبره كمان سبعة. ناخد العدد مع العدد مع العدد. وخلي بالك ان فيهم عدد بره واعداد جوه. عندي عدد بره وعدد جوه. طيب تعال نحل. هنا سالب حداشر مجاب خمستاشر. سالب ومجاب شرط كبير مجابة وهطرة. هاتي اديني اربعة. تمام. هنا اربعة يبقى اه طبعا العدد مع العدد ما تجمعش مع الكسر. العدد ما بتجمعش مع الكسر. خلاص. يبقى هنا. بسم الله. احنا قلنا هنا اربعة. اه شرط كبير مجابة وطرحنا. مجاب تلاتة من الاكس. ده كله بيساوي السبعة. عايزة تلاتة اكس الوحدها. هوادي الاربعة بعكس الاشهارة. هتبقى سبعة نقص اربعة. هيديني تلاتة. هشيل التلاتة مع التلاتة. هيديني واحد. يبقى الاكس عندي بتسوي المجموعة واحد. صور رقم تمانية. هنا عندي الاي زائد التلاتة بيسوي تمنتاشر نقص تلاتة ايه. طيب. خلي الايه مكانها. ادي اول حاجة. وده هنوديها بعكس الاشهارة. هي سلب تلاتة. يبقى موجب تلاتة ايه. ادي الرموز مع بعضها وناخد الاعداد مع بعضها. عندي التلاتة ايه التلاتة. وهين عندي التمانتاشر. تمام؟ التمنتاشر ده في مكانها. التمانتاشر. خلي بلاك في مكانها. طيب. التلاتة هي اللي راحة بعكس الاشارة يعني التلاتة راحة بسلب تلاتة. هنا واحد ما بكتبشوا. واحد وثلاتة يديني اربعة ايه بيسوي 18 نقص ثلاثة هيدينا خمستاشر طبعا هيخلص من المين من الاربعة هاسم على الاربعة للطرفين اربعة هنا تروح مع اربعة هنا يبقى الايه بتسوي خمستاشر على الاربعة ممكن نسيبها كده وكده كده في مجموعة الاعداد الايه النسبي نشوف السؤال رقم عشر عندي هنا برضو كسين لازم احل الايه اضرب الاتنين في الكوس الاتنين في اكس باتنين اكس موجب الاتنين في تلاتة بستة بتسوي التلاتة في واحد بتلاتة سالب التلاتة في اكس باتلاتة اكس كده بقت المعادلة كده لازم يخلي الاتنين اكس الواحدة في طرف والاعداد في طرف هياخد الاتنين اكس الواحدة الاتنين اكس تمام ادي الاتنين اكس يروح لها مين يروح لها السالب تلاتة اكس بعكس اشارتها تبقى موجب تلاتة اكس بتسوي هنا التلاتة هي اللي مكانها ادي التلاتة مكانها ثلاثة واثنين هي ديني خمسة اكس بتساوي ثلاثة بدأ بالصغير يعني حط سالب وديني تستة نقص ثلاثة ثلاثة عايزة أخلص من الخمسة هقسم على الخمسة للطرفين خمسة هتروح مع الخمسة بقت الاكس بتساوي سالب ثلاثة على خمسة وممكن هسيبها كده لأنها موجودة في موجودة الأعداد النسبي ونشوف السؤال اللي بعده سواء رقم ثمانية إذا كان ام على ثلاثة بيساوي سبعة اللي ما ح الواحد وعشرين هنقص منهم التساعتاشر هيساوي اتنين سعر رقم 2 سالب 7 كيب ساوي 28 أريد كيمة 3 كيزة 6 أجيب كيمة الكيل لوحدها الأول هاسم على السبعة في الطرفين هنا وهنا سبعة هنا هتروح مع السبعة بقى الكيل وحدها بتساوي 28 على السبعة الأربعة في سبعة بـ 28 يبقى عندي الكيب سالب أربعة هنشيل الكيب ونحط سالب أربعة الثلاثة في أربعة بـ 12 وعندي سالب نزله موجب الست سالب وموجب شرط الكبير سالبة وغطرة هاتي تديني سالب 6 وندخل على سؤال 9 مسلس متساول أضلع محيطه 75 طبعا المسلس 3 أضلع يعني X وX وX هيدوني 3 X التلاتة X ده كلهم بيساوي كم؟ 75 عايز أخلص من التلاتة هقسم على الطرفين للتلاتة 75 على التلاتة يبقى الـ X عندي بتساوي 25 ولو مش حافظها طلعها على الآلة طبعا ده محيط ده طول ضلع يبقى بالسنتيمتر تعالي ناخد سؤال رقم عشرة سؤال رقم عشرة بيقولي مستطيل طوله يزيد على عرضه مقدار أربعة يعني لو طوله X يبقى عرضه كام؟ X هزود عليها أربعة ده كده طوله اللي بيزيد على عرضه مقدار أربعة يعني ده الطول ده كده طول وده كده العرض خلاص؟ تماما بعد كده بقى عايز وكان محيطه 68 يعني جامعة الطول زائد العرض إداني 68 الطول طبعا المحيط الطول زائد العرض في 2 الطول عندي X تمام؟ والعرض عندي X هزود عليها أربعة ده كده الطول زائد العرض لما أضرب في 2 المعادلة بتاعتي تديني 68 متر تمام؟ عايز أخلص من الـ 2 هوزعها على الكوس الأول هوزع الـ 2 على الكوس الـ 2 في X بـ 2X 2 في أكتب مش ما نحل الـ X مع الـ X الأول X و X هيدوني 2X هدربهم في 2 2X في 2 هيديني أربعة X على طول زائد الـ 2 في أربعة هنا الثمانية وهي ده 68 أربعة X عايزها في طرف الوحدة هوادي الثمانية بعكس الأشهر يبقى 68 أناقص منهم 8 يبقى الـ 4X بتساوي 60 يبقى الـ X الواحدة هقسم على الأربعة للطرفين يبقى الـ X بتساوي 60 على الأربعة تديني 15 احنا فرضنا أن العرض X يبقى العرض عندي بيساوي 15 الطول بقى طوله بيزيد أربعة يعني زود أربعة يبقى طوله يديني 19 وطبعا ده متر يبقى ده متر وده متر نشوف الصفحة التانية سوى رقم 11 إذا كان عمر الأم الآن تلات أمثال عمر ابنها عمر الأم الآن تلات أمثال عمر الابن يعني الأم طبعا الكبيرة عمر الأم الآن يزيد 24 سنة عن عمر الابن تمام فما هو عمر كل منهما عايزة يجيب عمر الابن وعمر الأم لو فرضنا أن عمر الابن هيساوي X ده كده مين الابن عمر الأم تلات أمثال عمر ابنها يعني الأم عندي كام ثلاثة X تمام هنا بقى تعالى نكتب المعادلة عمر الأم من أول هنا بقى هنكتب المعادلة احنا كده فرضنا عمر ابنها وعمرها تمام عمر الأم اللي هو ثلاثة X يزيد يعني نقص 24 سنة عن عمر الابن يعني ثلاثة X نقص عمر الابن اللي هو X بيساوي 24 تمام كده هذا عمر الأم وعمر الابن الفرق ما بينهم 24 سنة تمام تعالى نحل ثلاثة X نقص X يديني 2 X بيساوي 24 عايزة أخلص من 2 أقسم عليها هنا وهن هنا X هتروح مع الـ X 24 على الـ 2 هتديني 12 يوم بقاب عمر الابن بيساوي 12 طبعا سنة وعمر الأم ثلاثة أمثاله يعني الثلاثة في 12 بستة وتلاثين برضو سنة خلاص ونشوف السؤال رقم 12 صار رقم 12 عندنا محيط مسلس متساوي لا مش متساوي محيط مسلس بيساوي 34 عايزكم أنت X طبعا محيط المسلس عندي مجموعة أطول أطلع يعني لما أجمعي مع الـ X مع العشرة هيساوي كم؟ هيساوي 34 تمام تعالى نجمع X و X زائد العشرة بيساوي 34 خلي الـ X مكانها وودي العشرة بعكس الأشعر تبقى سالب عشر يبقى 34 مقص العشرة هتساوي 2 X بتساوي 4 مقص صفر صفر و 3 مقص واحد 2 هاسم على الـ 2 للطرفين هاسم هنا على الـ 2 وهنا على الـ 2 يبقى الـ X عندي بتساوي 12 يبقى كمتة الـ X بتساوي 12 سنتيمتر ونشوف السؤال اللي بعده إذا كان خمسة أمثال 11 اللي هي 11 جزء من مئة من عدد ما تساوي 55 فأوجد العدد خمس أمثاله يعني مثلا خمسة X خلاص خمسة X خمس أمثال خمسة X 11 اللي هي 11 جزءا من مئة من عدد ما بتساوي خمسة وخمسين خمسة X جزء من 11 في عدد ما اللي هو مسلا خليه بقى M أو أي رمز عشان مش هينفع نحن نحط X ده كله بيساوي كام خمسة وخمسين طيب نفع النطفة داني كمان مرة خمسة أمثال العدد 11 خمسة في 11 خمس أمثال خمس أمثال 11 جزءا من مئة خمس أمثال يعني خمسة في 11 جزء من مئة من عدد ما ما نعرفوش هنسمي M بيساوي خمسة وخمسين مش محتاجين X ده خمس أمثال أضرب على طول تعال نضرب 5 في 11 بخمسة وخمسين والعلمة بعض رقمين ده كل الكلام ده في M هيساوي الخمسة وخمسين عايزة أخلص من الخمسة وخمسين هقسم عليها هنا وهنا هي دي اللي جنبي M هنا وهنا 55 جزء من مئة ده كده هتروح مع بعضها ال M هتساوي 55 الدقلي منها المي خلاص لي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خمسة من عشر يبقى ارتفاع الجمل كام انا عندي الزرافة اكبر من ارتفاع الجمل بتلاتة ونص هنا ارتفاع الزرافة بول اذا علمت ان ارتفاع الزرافة اكبر من ارتفاع الجمل بتلاتة متر ونص يعني الزرافة هي اكبر من الجمل بتلاتة متر ونص وقال ان الزرافة خمسة متر وخمسة من عشرة. الزرافة خمسة متر وخمسة من عشرة. عايز ارتفاع الجمل. عايز ارتفاع الجمل. طبعا هو بقول لي الزرافة اكبر من ارتفاع الجمل. يبقى له خمسة وخمسة من عشرة ناقص التلاتة وخمسة من عشرة هيدين ارتفاع الجمل. هنا خمسة مقص خمسة هيدينا صفر. جات العلمة نزلها. خمسة مقص تلاتة هيدينا اتنين. يبقى ارتفاع الجمل اتنين متر. 30 زجاجة من العصير الليمون تجمعها في صناديق بحيث يحتوي كل صندوق على خمس زجاجات كم عدد الصناديق التي سيحتاج إلى تجمع هذه الزجاجات 30 على الخمسة ساوي 6 يبقى 6 زجاجات حازم لديها شريط طوله 180 سنتي عند شريط طوله 180 سنتيمتر يرد اصنع منه اطار مستطيل عايز يقطعه لمستطيل بحيث يكون احدى بعضية الاطار الطول والعرض اطول من الاخر بمجدار 15 يعني جزء طويل وجزء صغير يعمل فرق بداه يديني كام 15 طبعا انا عندي هنا طول وعرض وهنا كمان طول وعرض يبقى عندي طولين وعرضين يعني 180 ده لجزئين طبعا هو عايز طول وعرض واحد يبقى انا هاخد نص المحيط اول حاجة هاخدها نص المحيط قدوا الطول الاولين والطول الثاني هيزيد بمجدار 15 يعني اكس زائد الخمستاشر ده كله هاخد معي نص المحيط اللي هو نص المية وتمانين تسعين اكس واكس هيديني اتنين اكس زائد الخمستاشر بيساوي التسعين ودي الاخس ودي الخمستاشر الاول بعكس الاشار يبقى تسعين ناقص الخمستاشر هيساوي يبقى الاتنين اكس عندي عشر نقص خمسة خمسة وثمانين نقص واحد سبعة يبقى الاكس الواحدة انا عايزة الاكس الواحدة هقسم على الاتنين هقسم على الاتنين ثم سبعة خمسة وسبعين على الاتنين هنزل عددكن иде calidad على الاتنين سبعة عاليتنين هنزل انزل الستة ستة عالاتنين!! هتدين الثلاثة وانتبقى معانا واحد واحد عني نحط جنب الخمسة حمستاشر على الاثنين هتديني ن tricks بالنزل الواحدة يبقى سبعة الثلاثة عشرية ونص الفيبة اقدم Modern اداني خصور بثئر كيف انزل لها بثاء الاثنين ممكن تعملها على الآلة وخلاص يبقى الاكس عندي سبعة وخمسة من عشر ده مثلا انا عايزة طبعا طول وعرض اللي هو بعدي وواحد منهم بزيد عن الثاني بخمستاشر يعني زود خمستاشر على العرض ده هيدينه الطول زود خمستاشر هتبقى اه اه ادي الخمسة هتنزل والعلامة زود خمسة خمسة وسبعة بناشر ومعان الواحد على الثلاثة اربعة واحد خمسة يعني احنا جمعتنا على ده خمستاشر هتساوي يبقى ده كده الثول تمام ده طول ان هو اللي هو بقى الكبير وده العرض هنا لو جمعتهم ودربتهم في اتنين لازم يديني مية وتمانين لو كده يبقى هنجمع خمسة وخمسة عشر صفر معانا الواحد خلاص مش محتاجين الصفر واحد على السبعة تمانية تمانية واثنين عشرة قبل العالمة مش محتاجا الصفر على 3 4 4 9 ده كده جامعة الطول والعرض هضرف في اتنين هيدين مية وتمانين سنتيمتر خلاص تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده سؤال 17 حصالة بها تنين واربعين ورقة نكوض معنا تنين واربعين ورقة في الحصالة فيها بقى عشرينات فيها خمسينات بس القمية الإجمالية للحصالة كل اللي موجودين في الحصالة اللي هم اللي 42 ورقة فيهم الف وثمانمائة جنيه كم عدد او ورقة النكوض من فئة العشرين جنيه هو عايز فئة ال 20 جنيه اول حاجة نفرض ان عدد نقود ال 20 فيقة ال 20 جنيه بتساوي تمام يبقى اعتبر ان دي ده الحبة الاولين في حصله العشرين بعد كده الخمسين جنيه سوف نفرض ان فاقة ال 50 جنيه يبلغ كده اللي هي العشرين جنيه تمام طيب فاقة الخمسين جنيه طبعا هنفرض اه انا معي الحصهم كلها اتنين واربعين يبقى باقي معي في الحصهم هقول باح37'm نقوم باحOpen نقوم بعمر من روافة بعدها المتٰ blossom لا معنىани inequitable اصل با height اللي هما فئة العشرين مع فئة الخمسين جنيه اللي هي كان اسمها اه اربعة اه اتنين واربعين ناقص اكس ده كل الكلام ده كله بيسوي كان بيسوي الف وتمنمائة جنيه وتعلم حلاكة معادلة عندي هنا اتخلص من الكوس الاول هنتخلص من الكوس اللي هو من الخمسين سيب العشرين اكس زي ما هي وتخلص من الاقواص زي الخمسين في اتنين واربعين ده ممكن تعملها على الالة ثانية بقى نعملها على الالة ادي خمسين في اربعة اتنين عشان الفين ومية الفين ومية ناقص الخمسين في اكس بخمسين اكس ده كله برضو بيساوي الف وتمنمائة جنيه اللي موجودين في الحصات تمام هنا هاخد الاكس مع الاكس والعدد مع العدد عندي عشرين اكس سالب خمسين اكس اشارة كبير سالبة وهطر هيديني تلاتين اكس ده كده خلصنا من الاكس هيسوي سيب الالف وتمنمائة وودي لها الرقم التان اللي هو الفين ومية بعكس اشارة يبقى ناقص الفين ومية نتأكد قبل ما نخلص علشان ننجيش نبص نلاقي احنا كدبين اشارة غلط هنا ضربنا نزلنا للسالب زمهية ودي الالف وتمنمائة دية الصغيرة اشار سالب ومجا بشرط كبير سالبة تمام سالب تلاتين اكس هتنزل زمهية لحد ما خلص الطرح تمام هنا صفر والنقص صفرين نفس الصفرين واحد معس طة من�� طبعا دا كبير واحد undermقص تمانية ان ش Pret سالبة عشان هو بدأ بالصغير قبل ما ننسى واحد معس طعام صفر والواحد حداشر حداشر نقص تمانية هيديني تلاتة والاتنين بقت واحد خلاص هقسم على سلب تلاتين عامة هيروح مع السالب هقسم هنا على الثلاثين تلاتين هتروح مع الثلاثين وسفر هيروح مع الثلاثين على ثلاثة يدينا عشر. يبقى الاكس عندي بتساوي عشرة. تمام كده? يبقى عدد النقود فأتي العشرين جنيه هي عشرة. عشر نقود. خلاص? وتعال نشوف السؤال اللي بعد. السؤال الاخير معنا. اعلنت احدى المؤسسات عن وظائف شغيرة لديها. وتم تخصص دي اتين لكل شخص من اجل التقديم للحصول على وظيفة. بينما كانت دنيا التي جاءت للحصول على وظيفة تنتظر في الطبور. كان هناك اكس زائد اتنين. يعني دنيا كانت واقفة وقبلها اكس زائد اتنين. ما احناش عارفين هما كم واحد. تمام? كان هناك اكس زائد اتنين من اشخاص امامها. وخلفها تلاتة اكس مؤسة اربعة. وهي واقفة في النص. يبقى دول قابليها ودول بعديها. تمام? وكان عدد اشخاص الطبور يعني الطبور كله كان خمسة وتلاتين شخص. كم يمضي من الوقت اللي هتصل دنيا لبداية الطبور? هتوصل امتى لبداية الطبور? طبعا عندي معادلة ونحلها. باسم الله. ادي اكس وتلاتة اكس هيدوني اربعة اكس. هيسوي. لأ نكمل دي الاول قبل ما يسوي. خلي الخمسة وتلاتين اما خلص. ناقص. اتنين. مجب اتنين. سالب اه اربعة. وخلي بالك ان هنا واحد لان هي واقفة هنا. تمام? هي واقفة هنا. يبقى هنا اتنين واحد التلاتة. اربعة لقص. اضرتين واحد. انا كله سي تقوم بكام خمسة. وتلاتين. خلي الاربعة اكس زی ما هي واقس اشارة واد السليب واحد الان ما التانية يبقى واحد etapنا بالمجب تبقى ستة وتلاتين على طول. هسم على الاربعة وارض مع الاربعة يبقى الاكس عندي ستة وتلاتين على اربعة تديني تسعة يبقى عندي الاكس بتسعة هنا اكس زود عليها اتنين يعني قدامها احداشر واحد وهنا اكس زود عليها اضرب في تلاتة تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين سبعة وعشرين نقص اربعة سبعة نقص اربعة يديني تلاتة وعشرين تمام يبقى تلاتة وعشرين وحداشر تعالي نتأكد هم خمسة وتلاتين واحد ولا لا هاي يديني اربعة وتلاتين ومعايا هي وقفة يبقى كده خمسة وتلاتين يبقى مزبوط كل واحد هياخد دقتين هي كده قدامها احداشر واحد كل واحد ياخد دقتين يبقى اتنين وعشرين دقيق كده الحمدلله احنا خلاصنا كل اسئلات الدرس بعتزر جدا عن طول الفيديو ان شاء الله الفيديو القادم هناخد اجابة بنك الاسئلة في فيديو الوحدة لان الفيديو طويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته